السلام عليكم أصدقاء التلاميذ والتلميذات مع صديقكم معاد كرديد اليوم سنتعرف على درس بوس الإملاء وهو درس بناء الإشراعات أصدقاء التلاميذ عندما سوف ننتهي من هذا الدرس علينا أن نكون قادرين على تعرف وتميذ أسماء الإشارة أن نكون قادرين على استعمادها في وضعيات تواصلية مختلفة أن نكون قادرين على إعراض أسماء الإشارة نص الإنطلاق هذا إطفائي وهذه إطفائية وذلك شرطي وهذان طبيبان وهتان معلمتان هؤلاء هم الأبطال إذن اصدقاء التلاميذ هذه الصورة ماذا تمثل لنا؟ أحسنتم تمثل لنا؟ طبي إطفائي عفوا إطفائي إذن إذا أردنا أن أشير له ماذا سوف نقول؟ سوف نقول هذا لأنه قريب مني أقول له هذا إطفائي وهذه الصورة ماذا تمثل لي؟ تمثل لنا أحسنتم تمثل لنا إطفائية إذا أردت أن أشير لها ماذا سوف أقول؟ أحسنتم سوف أقول هذه ممكن أن نقول هذه أيضا أنها للإثنان للإثنان مؤنس وهي أيضا قريبة مني قول لها إطفائية هاتان الصورة ماذا تمثلان؟ أحسنتم تمثل تمثل لي تمثلان لي لنا طبيباني إذا أردت أن أشير لهم ماذا سوف أقول؟ أحسنتم سوف أقول هاذان هاذان طبيباني لأنهم قريبون مني القريب قريب مني هاذان وهذا وهذه أو هاجه للقريب القريب وأيضا هناك آخرون للقريب سوف نراهم الآن أحسنتم إذن إذن هذه الصور تكونوا أليف لكن لا تنطق تنطق ولكن لا تكتب أيضا هم قريبون مني هاتان الصورتان ماذا تمثلان لي أحسنتم تمثلان لي معلمتان إذا أردت أن أشير لهذه المعلمتان ماذا سوف أقول أحسنتم سوف أقول هاتان هنا ليس مثل هؤلاء هنا تكتب الألف تنطق وتكتب وأيضا هم قريبون مني أصدقاء التلاميذ أمر إلى الاستنتاج الأول اسم الإشارة اسم معرفة يشار به إلى شيء معين أو إنسان أو حيوان أو مكان ويسمى المشارع إليه أسماء الإشارة للقريب هذا هذا للمفرد المذكر وهذان هذان للمثن المذكر هاتي أو هذه للمفرد المؤنس هاتان للمثن المؤنس هؤلاء للجمع المذكر للمؤنس للمؤنس أصدقاء التلاميذ سوف أتابع معكم هذه الصورة هذه الصورة ماذا تمثل لي لنا أحسنتم تمثلون لنا شرطي إذا أردت إذا أردت أن أشير له ماذا سوف أقول أحسنتم سوف أقول ذلك سوف أعين الشرطي أعين ذلك هذه الصورة ماذا تمثل لي لنا أحسنتم تمثل لنا إطفائية عفوا معلمة إذا أردت أن أشير لها ماذا سوف أقول أحسنتم تلك تلك سوف أعينها سوف أقول لها تلك تلك المعلمة أحسنتم أحسنتم ماذا تمثل لنا أحسنتم تمثل لنا تمثل لنا أطباء إذا أردت أن أشير لهم ماذا سوف أقول أحسنتم أولئك أولئك لأنهم بعيدون مني بعيدون أشيروا أشيروا إليهم أقول لهم أولئك الأطباء أصدقاء التلاميذ لنمر إلى الإنستنتاج الثاني أسماء الإشارة للبعيد ذلك للمفرد المذكر للمفرد المذكر وتلك للمفرد المؤنث أولئك لجمع المذكر وجمع المؤنث إذن أصدقاء التلاميذ نموذج الإعراب الجملة الجملة الذي سوف نعربها هذا مصعف مصعف خبر مرفوع وإعلامة رفعه الضم الظاهر على آخر لطيف نعيش تابع لمنعوته في رفعه أصدقاء التلاميذ علينا أن نكون عندما الآن علينا أن نكون قد قد فهمنا فهمنا دعش أسماء الإشارة والآن سوف أقول لكم مع السلامة